في خابر النهاردة كمان بيهم الجميع خاصة مرضى فيروسي وهو انه بيت الزكاة وصدقات المصري التابع للأزهر بدأ النهاردة بالفعل في خطوة موفقة جدا وإيجابية توزيع عقار اسمه جراتيزيانو لعلاج مرضى فيروسي وبيقال ان نسبة الشفاء فيه بتصل الى 100% بإذن الله طبعا للمرضى اللي هما لم يصلوا بعد الى مرحلة تلايف الكبد احنا بنتكلم عن انه 94% يعني نسبة الشفاء للمرضى المصابين بالتلايف ده في اطار تنفيذ بروتوكول موقع ما بين بيت الزكاة واحدى شركات الادوية تاني طبعا انتوا عارفين ان مصر للأسف الشديد انا نفسي كنت اقول ان مصر الاولى عالميا في اي شيء ايجابي ولكن لابد ان احنا نظهر الحقائق مصر الاولى عالميا من حيث عدد مرضى فيروس سي او الالتهاب الكبدي الفيروسي سي يعني المعهد القومي للكبد كان اهلا ان عدد المرضى بالفيروس هذا الفيروس العين 9 مليون ولكن منظمة الصحة العالمية بتقول ان هما 22% من اجمالي عدد المصريين يعني هنا احنا بنتكلم عن حوالي 22 مليون فمن 9 مليون ل22 مليون اعتقد ان الفجوة كبيرة ولازم ان احنا نرجع لقواعد البيانات الموجودة عندنا ونحدث الارقام الموجودة عندنا عشان دي بيترتب عليها احصائيات تانية ويعني تخطيط عام لادارة هذه الازمة اللي بتصل عندي اذا كنا بنتكلم عن 22% من المصريين مصابين بفيروس سي احنا فيه ازمة لازم نحن نحلها وعشان نحلها لازم عندنا ارقام دقيقة فالارقام معهد الكبد بتقول 9 مليون منظمة الصحة العالمية بتقول 22% يعني حوالي 22 مليون فهنا فيه فجوة كبيرة جدا انا عايز اعرف راحوا فين الشوية اللي في النص دول الشوية الكتير قوي اللي في النص